من هذا الحكومة دارت الإجراء ديال التوقيف ديال الرسم الاستيراد راتكلم عليه السيد عبدالله في الجانب ديال الانتفاع كينين اللي عندهم المعلومة وقفوا البطويات تحتها بترسم الاستيراد وجابوا البقر الحكومة فقدت مليار ومئتين وثلاثين مليون درهم كانت غدتحصلها برسمي رسمي الاستيراد فقدتها وعطتها لهدو المستوردين ضدا على الكساب الوطنيين وعلى القطاع الوطني فقدتها ضدا على الأتمينة والأسعار ديال اللحم لم تتغير دون أي أثار ندك ونعطيكم بالدليل ها هو شوفوا الاستيراد أشحال استورد المغرب في 2022 من الأبقار والأغناء استورد 561 مليون ديال الدرهم قبل ما يتخذ القرار ديال الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وقبل ما يتخذ ضدا على القانون الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وتحمل الدولة لنفقات الضريبة على القيمة المضافة هذا مخالفات دستورية فضيحة صريحة لأنه الضريبة على القيمة المضافة هذا اختصاص تشريعي وإذا أريد أن تتعفي الحكومة لا تتعفيش بقرار ديال الوزيرين ها شنوقع طلعت طلعت خمسات المرات من 561 كنا تنستوردوا في سنة عادية 561 هبطنا رسوم الاستيراد وصلنا الجوج لمليار وثمانمائة خمسات ديال المرات لا تشوفوش فيها غير الواردات التعميق العجز التجاري تشوفوه حتى القضاء على القطع الوطني وعلى الكسابة هذا الجوج مليار وثمانمائة خمسات ديال العلف ديال الكسابة نحافظه على القطع الوطني بشعرفوا هذه العقلية التي تشتغلوا بها هذه الحكومة ترجمة نانسي قنقر